مساء الفل اعتقد انه اللي انا شايفه كده تلقيح مباشر من اثيوبيا على مصر كل تصريح بيطلع كل شوية طالع تصريح من اثيوبيا تلقيح على مصر ما بيقولوش اسمها علنا ولكن المواقع العالمية بتقول ان اثيوبيا بتقول كل حاجة بتقصد بها مصر يعني طالع دينا المفتي المتحدث باسم مزارة الخارجية الاثيوبية يقول كده بوضوح انه فيه اطراف خارجية عايزة توقعنا في بعض وانه الاطراف الخارجية دول عايزين يخلقوا توطر وتنشن بيننا وبين السودان وانهم مش مدركين قد ايه احنا والسودان علاقاتنا تاريخية ومفيش اي متأمرين يقدروا يهزوا العلاقات دي ده كلام دينا المفتي اللي هو متحدث بتاع الخارجية الاثيوبية طبعا الناس فهمة انه بيقصد بالكلام ده مصر رغم انه مصر لم تتدخل فيه المشكلة الخاصة بيه السودان واثيوبيا الا انها قالت بوضوح كده احنا بنتضامن مع السودان هو مجرد تصريح احنا بنتضامن مع السودان لانه السودان في بداية الازمة لما قالت يعني عشان تكون عارف مصر قالت احنا بنتضامن مع السودان فقط لما المشكلة حصلت حينما تعرض الجنود السودانيين الهجوم اربع افراد سودانيين بتكلم على رائد وجنود تعرضوا الهجوم وماتوا في خلال يعني احد الدوريات الامنية السودانية اثر هجوم من ميليشيات اثوبية على الاراضي السودانية داخل السودان الكلام ده في ولاية القدارف السودانية فمصر علنت تضامنها مع السودان بدورها الدبلوماسي وبدورها العروبي وكمان بدور الجيرة اللي المفروض يتم بين مصر والسودان حتى لو فيه نوع من الزعل مننا كمصريين من الاخوانا او الاشقاء في السودان لان احنا مش شايفين ان السودانيين بالنسبة لنا هم اشقاء بجد ما حناش حاسين الاحساس ده كمصريين وعشان كده انا بتكلم مش بدوري هنا او بتكلم بالنيابة عن شخصي مش بتكلم بالنيابة عن جميع المصريين انا بقول من جوايا انا بحس ان ده مش موجود ما بحسش ان السودانيين يعني عندهم انتماء وحب لنا كمصريين زي دول كتير موجودة عندها الاحساس ده يعني مثلا الكونغو دولة افريقية تحب مصر جدا جنوب السودان اللي هي ابعد من السودان من نسبالنا تحب مصر جدا اخوة في جنوب السودان استقبلوا الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبال ولا اربع اعتقد انه احنا فاهمين جدا ولكن بدورنا الكبير ودورنا الابوي في العالم العربي ودورنا المفروض المنطبينا لازم نقف مع شقاءنا في السودان في اي ازمة بيتعرضوا لها وده اللي بيحصل على مدار العوام الماضية وحضراتكم شفتوا كل الازمات اللي تعرضت لها السودان كانت اول دولة بتقف معاها هي جمهورية مصر العربية ومش منتظرين شكر من حد المهم انه مجرد التصريح احنا قلنا بنتضامن مع السودان في الازمة اللي بتمر بيها او في الهجوم اللي تعرضت ليه من اثيوبيا وانه لازم نضع حد للي بيحصل تعبعا القرار ده او وجه به تلقيح من الجانب الاثيوبي اثيوبيا عمالة كل شوية تلقاح وتقول انه في اطراف خارجية عايزة تخلق توطر بنا وبين السودان طبعا ولما حصلت الازمة في التجري نفس الوضع تطلع وزارة الخارجية الاثيوبية تقول انه في اطراف خارجية عايزة تخلق بنا وبين الناس توطر طبعا وتشعر الموقف وتدعم بيقولوا كده بوضوح بقى ما قالوش توطر وده قالوا احن ان في اطراف خارجية بتدعم المتمردين في اتجاه الشمال حقيقة انه لما شفتش اي تصريح من الدولة المصرية علنا بيقول ان احنا بندعم التجري في اتجاه الشمال ولكن اللي حصل انه نهارده السودان بتسحب نعم او عفوا اثيوبيا بتسحب نعم مع السودان وبتقول يا جماعة تعالوا نقعد ونتفاوض عشان نحل المشكلة خد بالك اللي الموضوع ده حصل بعد يومين من هزيمة اثيوبيا على الحدود مع السودان يعني النهارده من يومين بالزبط طلع فيصل صالح وزير المعلومات او الاستعلمات السوداني وقال ان احنا سيطرنا على 60-70% من الاراضي اللي احتلتها اثيوبيا داخل الاراضي السودانية انا بقولك بتكلم على ولاية القدارف وتحديدا منطقة اسمها الفشقة المنطقة دي منطقة مزارع محتليها الفلاحين الاستيوبيين الكلام ده قاعدين فيها بقالهم 25 سنة محتلين المنطقة دي تكلم 25 سنة متخيل واخدين الزراعات السودانية وترضين الفلاحين السودانيين والسكان السودانيين من الاكواخ بتاعتهم من المنازل بتاعتهم ومحتلين الارض دي وبيزرعوها بيحصودوا الزراعات اللي فيها فطبعا اللي حصل خلال الفترة اللي فاتت ان انا قلت لكم الفيديو اللي فات لو حضرتكم شفتوه انه فيه شكوى من المتحدث باسم الخارجية الاستيوبية والمتحدث اخر فيه وزارة الخارجية الاستيوبية او من الدولة الاستيوبية بشكل عام بيقولوا انه احنا الفلاحين بتوعنا تعرضوا للظلم وانه هما منتجاتهم سرقت وانه ما حصل لهم نهبت وانه مش قادرين يكملوا زراعاتهم وانه تعرضوا للضربه يعني قالوا كلام بتحس فيه انه فيه نوع من الشكوى والتباكي على انه فيه مشكلة حصلت لهم فانا بقولك اسيوبية بتسحب ناعم مع السودان وبتقولوا ان احنا تعالوا يا سودان نتفاوض وكمان اسيوبية في تصرحات النهاردة بتتكلم على انها اعلانوا بقى عن الحوار اللي حصل بينهم وبالسودان يعني قالوا ايه اللي حصل في الحوار ده كان الموضوع ما كانش بيظهر فيه حاجة لكن اسيوبية النهاردة قالت احنا وقفنا مع السودان لما كان عندهم ثورة وقفنا معهم ودعمنا انتقالهم للحرية ودعمنا يعني الثورة السودانية بشكل عام بيقولوا كده بحسب دينا المفتي بتحدث باسم مظاهرة الخارجية الاسيوبية بتقول كمان اسيوبية انه احنا بنشكر السودان على انها تفهمت الموقف فيه اتجاه التجري او اتجاه شمال وانه السودان استقبلت اللاجئين الخاصين باتجاه الشمال اللي هم التجري ومنه هم اللاجئين الاسيوبيين اللي هم افتجاه الشمال. اصلا دول هربانين من بطش الحكومة الاثيوبية بتوع ابي احمد. يعني انت بتشكر السودان على انها استقبلت ناس انت اللي مطفشهم من بلدهم وانت اللي معرضهم لهذا الظلم. بتتكلم في حوالي اتنين وخمسين او خمسة وخمسين الف لاجئ سوداني لاجئ اثيوبي حتى الان من منطقة التجري وهو اقليم من اقاليم او من ولايات اثيوبيا العشر. المهم انه زي ما بقولك كده اللهجة الاثيوبية عمالة تسحب نعم على الاتجاه السوداني. وقالوا كمان انه احنا تعالوا نتفاوض على اللي هيحصل خلال الفترة الجاية. وقالت اثيوبيا كمان بوضوح انه السودان طلبه شيء واحد. اثيوبيا عملته ماطل في عملية تقسيم الحدود بين الدولتين. السودان طلبت تحديد موعد محدد لتقسيم الحدود المشتركة بين السودان واثيوبيا. ده اللي قاله المتحدث باسم وزارة الخارجية الاثيوبية. قال هم طلبين مننا ان نحط وقت معين لتحدد فيه ترسيم للحدود اللي بين الدولتين. خد بالك انه الحدود دي حصل فيها مشاكل عديدة. شوف اخر فيديو انا منزله عن الموضوع. هتجد فيه معلومات مهمة جدا عن اسباب يعني النزاع الحدود بين الدولتين. وليه الوضع وصل لما هو عليه الآن. السودان قالت لاثيوبيا ده من خلال تصراحات اثيوبيا انه قسموا معنا الحدود وتعالوا نناقش بقى مشكلة الفلاحين الاثيوبيين اللي بيزرعوا في الاراضي السودانية. فانا بقول لك هنا بوضوح انه اثيوبيا كل همها انها تلقح على مصر. يعني بتقول اثيوبيا اطراف خارجية تقصد بها الجانب المصري. وده اللي بتقول وسائل العلام العالمية ان ما تقصد به اثيوبيا باطراف خارجية دايما في كل ازمة بتخصها هي مصر. لانه من مصلحة مصر بوضوح انه اثيوبيا يحصل فيها هذه المشاكل. انا بتكلم من المصلحة. وليس من التدخل المصري. في فرق بين ان مصر تتدخل لجعل هناك مشاكل. وفي فرق بين بوضوح انه من مصلحة مصر فعلا ان يكون اثيوبيا دولة ضعيفة. زي مصلحة اثيوبيا ان تكون مصر دولة ضعيفة. عشان مصر لو دولة ضعيفة مش هتقدر تاخد حقوقها وتهاجم اثيوبيا ازا انتهى الامر ولم يعني يتم التوصل لأي حل فيها المفاوضات. مفيش قدام مصر هيبقى غير حل واحد انها تضرب هذا السد. وده الحل اللي ما تقدرش تعمله مصر غير لما تمتلك الكوة اللي تقدر من خلالها تضرب السد. وبعد ما تضرب السد تؤمن الرد الفعل وتتفادى اي رد فعل من معاكس من اثيوبيا او من اي طرف يدعم اثيوبيا. خد بالك برضو عشان تكون عارف اثيوبيا الوحدها كده فيها 94 الف لاجئ من اريتريا. اللي 94 الف لاجئ دول هربانين من بطش الرئيس الاريتري الحالي. وعندك من اثيوبيا داخل السودان حوالي 54 ل 55 الف لاجئ اثيوبي. اللي 54 او 55 الف دول هربانين من بطش الرئيس الاريتري او الرئيس عفوا الاثيوبي ابي احمد وعاديين في السودان في ولاية اللي هي القداري. فاخد بالك يعني اقول لحضرتك انه لسه النهاردة بعد مرور اسابيع عديدة بتكلم في حوالي اكتر من 8 اسابيع بعد مرور اسابيع دي لسه النهاردة متوزع مواد غزائية على 25 الف لاجئ اريتري موجود في اثيوبيا في الشمال في اقليم التجري طبعا بسبب الحرب اللي كانت دائرة هناك عند الخمسة وعوشين الف دول لم يكن يصلهم اي شيء بتكلم على النساء بتكلم على اطفال بتكلم على رضع بتكلم على كبار بتكلم على حتى رجال الناس دي ما كانش بيصلها اي شيء خلال فترة النزاع اللي كانت دائرة في اقليم التجري في الشمال. نهاردة القمى المتحدة نجحت انها توصل حوالي 250 طن مساعدات غزائية لعدد حوالي 13 الف لاجئ اريتري في معسكر من المعسكرات. باتكلم على حوالي اربع معسكرات اريترية موجودة في التجري وفي اتجاه الشمال الاسيوبي. بكلم كمان على انهم موصلوا 240 طن مساعدات لحوالي 12 الف يعني لاجئ اريتري موجودين في معسكر اخر غير المعسكر اللي فيه 13 الف فالعدد كده حوالي 25 الف لاجئ اريتري وصلهم النهاردة مساعدات من المتحدة لأول مرة من اسابيع. فشوف الدول ووضعها الكارثي والمأساوي. عندهم مشاكل عديدة. وبيقولوا ان احنا بنسعى لحرية الشعوب الاخرى او بنسعى لحماية الشعوب الاخرى. ده الكلام من اثيوبيا. يعني لما النهاردة سمعت التصريح بيتكلم وزير الخارجية او متحدث باسم وزارة الخارجية الاثيوبية. بيقولوا ان احنا بنسعى لمصالح الشعوب الاخرى اللي هو بيقصد بها السودان. زي بالزبط ما بنسعى لمصلحة شعبنا. وواضح جدا انه مصلحة الشعب الاثيوبي بيسعى لها الرئيس الاثيوبي ابي احمد. بدل اللي حضراتكم شايفينه من كل اللي بيحصل في اقليم التجري وفي مناطق اخرى في اثيوبيا. انا مبتكلمش بس على اقليم التجري انا عملت فيديوهات قبل كده عن اشياء تحدث داخل العاصمة. ادس ابابا تمييز عرقي لكل من هو من التجري ومن عرقيات اخرى موجود في العاصمة. واختلافات وموضوع معقد جدا في الداخل الاثيوبي. يعني اعتقد انه الوضع الحالي زي ما بقول لكم اثيوبيا بتحاول انها تستميل السودان للجلوس والتفاوض بشكل جدي وبشكل مختلف. لانه انا قلت قبل كده انه السودان مش تقدر تجيب حقها بالتفاوض. لازم تستخدم القوة. واخد بالك انه اثيوبيا صراحة اتهمت السودان في انها استخدمت القوة علنة وده كان يوم تسعة نوفمبر الماضي. وبعدها اتهمت السودان برضو ان استخدمت القوة في مرات عديدة. في النهاية بنتمنى السلامة لجميع الشعوب سواء كانت السودان اثيوبيا مصر ايا كانت الدولة. جميعا بنتمنى لهم السلامة. ربنا عد الازمة دي على خير لانه غباء الحكام بيوضي بالشعوب الى الهلاك. ده اللي انا شايفه. وده اللي واضح فيه اتجاه الجنوب. بتكلم على السودان وبتكلم على اثيوبيا. في النهاية بشكركم مشاهدين العزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.